بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا عيب فيه من رب العالمين أم يقولون اكتراه بل هو الحق من ربي لتنذر قوما ما أتاهم هنذيل من قبلك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماعات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استعى على العرش باركم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعوج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب ثم اجعل أسفه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا طللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فلقوا بلقاء ربهم كافرون وليتغفاكم ملك الموت الذي ممكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذن مجرمون ماكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعبا صالحا إنا موطنون ولو عشدنا لآتينا كل نفس مداء ولكن حقا القول مني لأبلأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إما نسيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم سعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهما للمراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من ثقون فآت عنه نفس ما أفيا لهم من قررة أعين جزاءهم بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنهم جنات المهوى نظلاموا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأرعوا النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ونذيقا لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ونلعط له ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ونقد آتينا حروس الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا مهدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يكتون بأمرنا لما خبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدنهم كم أهلكنا منه قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولا يروا أن لا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا فأكلوا منه أنعهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينطرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم وانتظرون